لا مكان آمن لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم محاولات النظام السوري لرسم صورة مختلفة عن الواقع عبر حديثه عن عودة الأهالي للمدن التي سيطر عليها بعد أن دمرها يبدو أنها لم تجدي مع تأكيد المنظمات الأممية والحقوقية أن الوقت غير مناسب لعادة اللاجئين لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا قالت أن حرب النظام الأسد ضد المدنيين في سوريا ما زالت مستمرة وإن حالات الاعتقال التعسفية التي يمارسها النظام ماضية بلا هوادة 46 صفحة قدمتها اللجنة إلى مجلس حقوق الإنسان في جونيف تشير بوضوح إلى استمرار الانتهاكات والتضييق على المدنيين في معيشتهم ذلك عبر رفع أسعار الخبز والمواد الغذائية حيث ارتفع عن عدم الأمن الغذائي إلى أكثر من 50% مقارنة مع العام الماضي تقرير لجنة التحقيق الدولية أكد ما أوردته منظمة العفو الدولية عن الواقع السوري حيث الصورة مختلفة تماما عما تروجه روسيا عن العودة الآمنة للاجئين طمعا بإعادة الإعمار وبدلا عن ذلك سيذهب اللاجئون العائدون إلى الموت مع إخضاع العائدين بما فيهم النساء والأطفال والاعتقال التعسفي والتعذيب حتى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية في إدلب ليست بمعزن عن التحذيرات المتصاعدة برفض إعادة اللاجئين إليها مع خرق روسيا والنظام السوري اتفاقية سوتي ومواصلتهم القصف على المدنيين والنازحين في المخيمات نحو سبعة ملايين لاجئ سوري معظمهم في البلدان المجاورية لسوريا ما زالوا معرضين لخطر كبير لا سيما في لبنان مع إصرار القادة السياسيين على إعادتهم إرضاء لنظام الأسد هذا الأخير الذي يحاول بشتى الطرق شرعانة وجوده وزيادة التضييق والقتل والقصف على السوريين مستغلا التجاهل الدولي للقضية السورية التي وقعت أسيرة التجاذبات والمصالح الدولية